قبل ما نتكلم النهاردة أو دلوقتي عن كتاب لذيذ جدا من الكتب الموجودة في معرض الكتاب خلونا نفتكر ونحتفي أن مطر وصلت إلى الدورة الثالثة والخمسين من عمر معرض الكتاب معرض الكتاب أو معرض القاهرة الدولي للكتاب جزء مش بس من تاريخنا وطفولتنا لكن جزء من طفولة أهلين كمان أو تاريخ أهلين جزء خاص جدا بتكوين الشخصية المصرية عشان كده لما يتقال وما تعتبرهاش بعد إذنكم يعني جملة مستهلكة أنه عرس الثقافي هو بكل الطرق عرس الثقافي أقول كلمة دي بنقولها كتير وابتدت تفقد معناها لكنه معرض الكتاب يحتفظ مش بس بالكلمة ومعناها لكن القصد منها القصد إنك في محفل لإنتاج غزير وده اللي كل سنة كنا بنستنى ونبقى مشتقين لي ولتلاقي شخصيات كتيرة من المثقفين وإنك ممكن تروح تقابل الكتاب وتتعامل معهم بكل الحالات نفسي أشجع كل حد بتفرج علينا النهاردة اعمل كده في أجندة يعني فسح الأجازة نص السنة لولادكم إنه لازم يروحوا معرض الكتاب معرض الكتاب هو يمكن النزهة الأهم اللي ولادك هيفتكروها طول عمرهم واللي هيفضلوا فاكرين مش بس إنهم راحوا أكلوا آيس كريم وبطاطس محمرة بس الله خليجي بقى اشتروا لهم كتاب يمكن أول كتاب في حياة ابنك يشكل شخصيته ويبقى جزء من مستقبله تعالوا بقى نرجع للمعرض وإنتاجه لازم نخطف لنا شوية حاجات حلوة كده وجميلة والحقيقة إنه إحنا بنتكلم دلوقتي عن كتاب وإصدار مهم ولذيذ من عنوانه ومن فكرته وهو المذكرات السرية لنجيب الرحاني المذكرات نجيب الرحاني نجيب الرحاني أصلا شخصية بتلقى قبول جدا جدا وإنك توصل لتفاصيل وكواليس لا تعرفها عن هذا الرجل اللي برضو هو جزء من تكوين مش بس الإنتاج المصرحي والسينمائي الكبير في مصر لكن هو جزء من ذاكرة البهجة عند المصريين فمش غريب أنه هذا الكاتب المميز يكون هو الكاتب الكتاب اللي فكرته جميلة بهاء حجازي كاتب مذكرات نجيب الرحاني وده الكتاب الخامس لبهاء الحجازي ولما تفتش كده عن بهاء حجازي هتلاقيينه عامل مجموعة كتب عنوينها كلها شوقتني أنا شخصيا وقلت أنا لأ لازم ابتدي من مذكرات نجيب الرحاني وارجع لورا حد أموات يرزقون وغيرها من كتابات سابقة